منذ قيام صورت 25 يناير والشباب دايماً بيقدم أفكار ومشروعات جديدة بتفيده وتفيد المجتمع المصري كله وبيحاول يدور على حلول إيجابية للمشاكل اللي بتواجهها مصر وعن أساليب إبداعية عن الرأي وعن التعبير عن الرأي والنهاردة هنتكلم عن وثيقة جديدة وهي وثيقة بناء مصر وهي فكرة مشترقة بين رابطة بناة مصر وبين رابطة مصر عادة واللي بيتامي فيها اشتراك الشباب لخدمة مصر وبيتامي فيها طرح مشروعات تنموية لخدمة مصر وهنتعرف أكتر عن الوثيقة دي من خلال دفتنا النهاردة أستاذة جيهان شعروي صحفية بجريدة الأهرام صباح الخير صباح الخير صباح الخير على كل المشاهدين وإن شاء الله يوم سعيدة على مصر كلها يا رب إن شاء الله أستاذ جيهان عايزينك في الأول تكلمين أكتر عن وثيقة عن رابطة بناء مصر ورابطة مصر عادة هم محاولات من مجموعة من الشباب لأن هم يطرحوا فكر جديد للبناء وفكر جديد للمشاركة الفعالة في حل مشكلات اللي ممكن تواجهها البلد خلال الفترة الحالية وبندعو فيها من خلالها لأن إحنا نحط إدنا على المشكلة الرئيسية أو على العامل الرئيسي في بناء أي نهضة وهو الإنسان نعرف المشاكل اللي إحنا بنعاني منها نعرف نتعامل نحددها نعرف نتعامل معاها بشكل واضح ونعرف نتعامل معاها بشكل صحيح كمان وفقا لقواعد المنطق والمنهجية العلمية يعني لأن مشكلتنا أن إحنا طول الوقت بنتعامل مع المشاكل بعطيفية أكتر منها بعقلانية ومنطقية فالربطتين هم عبارة عن مجموعة من الشباب اتجمعوا حابين أن هم يعملوا حاجة بناءة بالفعل لما فكرنا يعني الربطتين طلاقوا في فكرة الوثيقة لأن إحنا فكرنا يعني إحنا لقينا رابطة بنات مصر ماشية في السكة وأنا كنت طرحت برضو نفس المبادرة من خلال مجلة نص الدنيا وبعد كده لما لقينا أن في خط واحد أو توجه واحد فضلنا أن إحنا نعمل بالمشاركة مع بعض ونكمل بعض فيما يخص هذه الجزئين يعني الفكرة التي بنت عليها وثيقة بناء مصر هي أن إحنا نقوم بتنمية مصر إحنا نقوم بتنمية المصريين يعني نعمل على أن إحنا نوعي المواطن نفسه بكيفية إدارة مشكلته وكيفية تحددها يعني ده نوع من أنواع اللي هو بيتقال عليه اليومين دول التنمية البشرية أنت إزاي تطوري الشخصية نفسها والذات لأن ما فيش حضارة بتقوم على اقتصاد وما فيش حضارة بتقوم على زراعة يعني كل عناصر الحضارة هي تعتمد على الفرض الإنسان المواطن طول ما الإنسان عنده الإرادة وعنده الطموح وعنده كيفية توظيف هذه المحفزات أو الأحلام اللي عنده أن هو ينقلها من فكرة الحلم إلى أن هو عنده إرادة أن هو ينفذ هذا الحلم يعني يبقى هدف مش حلم فإحنا بنشتغل على جزئية أن المواطن لازم يبقى هو اللي عنده وعي وهو اللي يبقى مشارك لأن الحلول عمرها ما هتجلنا من بره طيب مين صاحب فكرة الوثيقة؟ هي فكرة الوثيقة يعني أنا عن نفسي من خلال المجلة أنا كنت اقترحت فكرة من أجل خطة قومية شاملة لبناء مصر الحديثة طويلة المدى علشان نحط فيها كيفية تطوير أو عناصر التنمية أو مجالات التنمية أو المشاريع التنموية اللي احنا ممكن نمشي فيها على مدى 500 سنة جايين مش مش عشر سنين أو خمس سنين أو حتى مئة سنة لأ 500 سنة بحيث أن كل جيل يبقى جاي عارف هو يكمل إيه يعني إحنا هنقدم إحنا هنحط أنه حجر أساس هنبني أساس واللي بعدين علشان اللي بعدين عارفين دورهم هم هيكملوا في إيه بدل ما قول شوية بنهد ونبدأ من المربع صفر وحيانا كمان بنبدأ من قبل المربع صفر وبنستدين علشان خاطر نكمل أو نعمل مشروعات جديدة في حين المشروعات القديمة بيبقى خلاص فضل الله حاجة بسيطة جدا وتكتمل وفي نفس الوقت يعني أنا طرحت المبادرة دي وبعد كده في نفس الوقت لقيت يعني في ناس دانية ماشيين في نفس الخط اللي هم ربطة بونات مصر وهم كانوا شاركوا بورقة عمل في أحد الاجتماعات اللي هي خاصة بالحوار الوطني والحاجات دي فكانت رئيس التحرير وقتها أساس أفكار الخرادلي كانت حاضرة أحد الاجتماعات ولقيت حد بيتكلم في نفس الفكرة اللي أنا مقدمها في المجلة فأخدت اللينك بتاعهم وأنا كلمتهم وقررنا أن نشترك في الموضوع علشان خاطر نوحد الجهود وطالما إحنا الفكرتين هدفهم واحد فمن الأفضل أن أي حد عنده هدف مشترك أو أي مجموعات عندها هدف مشترك أنها تتحد مع بعضها حتى نتمثل قوة وتشجع بعضها كمان على أي أساس بيتم اختيار المشكلات؟ لا المشكلات هي اللي بتطرح نفسها المشكلات بصي عشان إحنا برضو يعني مش هنعيد اختراع العاجلة مشكلاتنا واضحة مشكلاتنا معروفة آآ يعني ما هيش محتاجة للواحد يعني آآ يعني ينظر فيها وحاجات كتير جدا إحنا كل مشكلاتنا معروفة آآ وكلها مترتبة على بعضها وكلها مرتبطة ببعضها وكلها حلها بمجرد إن إحنا ما بنكسر السلسلة أو يعني حلقة من حلقات السلسلة دي بييجي بعد كده التدرج في الإصلاح آآ يعني بيجي بشكل تدريجي يعني فإن إحنا فعلا يعني لازم نتكلم عن مشاكل همانة لازم بنتكلم عن مشاكل إحنا لمسنها إحنا مش هنيجي مثلا نتكلم عن مشكلة إيه أهم المشكلات الغاليد اللي بينزل في أوروباا معا لست دعوة بها طفع سنتكلم عن مشاكل ما أص jewelانة طيب إيه أهم المشكلات اللي نقشتوها أه بسي هو المشكلات مش إحنا اللي بنقشها إحنا بننزل للجماعات وبنخلي كل مجموعة من الطلبة هم يحددون أولويات المشكلات التي يُعانون منها في مجتمعهم اللتي يُعانون منها لا يسألونهم من نس وزر المحiyoruz على أنهم أصلا من الناس لا ي véhicتاجوا في الغالة لا يمكن لهم طلبة داخل الجامعة لكن هكذا مشكلات أو pajama لا هذه طلبة الجامعة أريد خلالها 不па نتوج donnشهادات جديدة لأن هناك عام دراسي وحاولا أنهم لديهم طاقة كبيرة جدا وعندهم فراغ في الحياة السياسية داخل الجامعة فإحنا بنستغل الفرصة كمان إن احنا بنعمل لهم تنمية بشرية وبنعرفهم إزاي يحددوا المشكلة وبنعرفهم كمان إزاي يتناولوها وإزاي يحطوا لها يعني يعملوا ورشة على يعني تعالي تخلق جيل جديد يعرف مشكلته ويعرف يحط خطة يعرف يفكر حقيقة تفكير إيجابي كمان يعني في أي مشكلة ممكن يواجهها سواء ويبقى عنده كمان الوعي بمحددات المشكلة أو بعناصل المشكلة نفسها لأن ده يعني الوعي بالمشكلة والقدرة على توصيفها صح ده بيسهل عليك نص الطريق لحلها يعني فيه فعلة ممكن حد يبقى عنده مشكلة لكن مش عارف يعبر عنها مش عارف يتكلم عنها ومش عارف إيه ممكن تكون الحلول لها إنه دلوقتي بتعلموهم إنه هم يعرفوا إيه المشكلة ويعرفوا كمان إنه هم يحاولوا يوجدوا الحلول لها دلوقتي فيه تركيز على طلبة الجامعة لإنه هم قطاع موجود دلوقتي خلال الفترة اللي فاتت دي طبعا كان عندهم نهم شديد جدا ورغبة في إنه هم يعملوا أي مشاركة سياسية فبالنسبة لنا العام الدراسي كان لازم يعني كان فرصة يجب أن تستغل قبل ما يبقى فيه أجازة أجازة صيف تبقى فترة طويلة بعد كده بنشتغل بقى على قطاعات تانية طيب إزاي بتختاروا الشباب دي أي يعني بتختاروا مجموعة منهم ولا هم اللي بيقولكو لا لازم يبقى عندهم الرغبة وهما بيجيبوا بعض يعني مش إحنا اللي بندخل نختار نقول إحنا بنقول يا جماعة إن فيه ورشة عملها هتبقى كذا يعني هيبقى عنوانها كذا فهم يتعملوا يعني الدعاية في الجامعات هي بتتم بالاشتراك مع الأسر الأسر الطلبية الأوريدي موجودة جوة الجامعات يعني فيه تواصل دايما معيهم طيب إزاي بيتم التدريب الشباب على تحديد أولويات المشكلات اللي هم بيعانوا منها ده بيتم من خلال ورش عمل كل مجموعة بيتم التقسيم عن طريق طبعا يعني هو اللي بيقوم بالجهد الأكبر في الموضوع دوت هو المهندس حسام الحديني هو معيد في جامعة الإسكندرية كلياتي الهندسة وخبير تنمية بشرية كمان هو بيقوم بالموضوع دوت مع فريق من التنمية البشرية تابع لي في بنات مصر بيقوم بتنفيذ ورش عمل الشباب بيقسمهم كل مجموعة بتمسك خط معين هم بيقترحوا الفكرة بس هو بيعرفهم إزاي بقى هم يتنقشوا مع بعض وإزاي أن هم يرتبوا أولويات بس كل مجموعة ما بيكونش في معهم مثلا حد المتخصص يتنقش لا هو تحت إشراف حد واحد أوه يعني بتبقى الورشة يعني هو مثلا لو سي مثلا لو خمسين طالب فبيقسمهم كل عشرة فخمس مجموعات في نفس المتخصص وهو بس اللي بيقى مسؤول عنهم لكن معهوش حد مثلا مساعد مثلا كل مع كل العشرة مثلا بيقام معهم حد مساعد لا هي بتبقى يعني بتبقى في شكل مثلا قاعدين كلهم فقاعة واحدة وبيبقى في طرح أي سؤال لأن أي سؤال لما يطرح على المدرب فطبيعي جدا الإجابة عليها تفيد الكل يعني من أي مجموعة فيهم طيب إيه اللي بيتم في ورش العمل وبيكون إيه الهدف منها في ورش العمل ورش العمل عموما يعني بيتم طرح الفكرة الأساسية مثلا لو نزلين في كلية التجارة فكلية التجارة يعني أعتقد أن الشباب فيها بيبقى اهتمامهم أكتر بالحاجات اللي هي الاقتصادية ففي البداية خالص التدريب بيبدأ بإن إحنا بنقول لهم يكونوا مجموعات وبعد كده كل مجموعة تحدد كل فرد فيهم يحدد المشكلات ترتيب المشكلات وفقا لأهميتها من وجهة نظر وبعد كده بيتم حصر الحاجات دي كلها والتوصل لأهم المشكلات الكل حاسس أنها أو المشتركة بين المجموعة كلها بعد كده بيتم ترتيب أولوياتها بعد كده كل حد فيهم أو كل مجموعة فيهم بتطلب بإنها تحط أهم عشر حلول من اللي هما شايفينها تصلح لحل أهم مثلا خمس مشكلات تم الاتفاق عليهم على أن دول أهم المشكلات اللي بيعانوا منها في قطع معين بعد كده بيتم انتخاب الحلول أهم عشر حلول يعني الأول بننتخب أهم عشر مشكلات بالزبط وبعدين أهم عشر حلول بالزبط أهم مثلا خمس أو عشر مشكلات ترتيبهم ترتيب أولوياتهم والعلمك فيه كمان تركية كده في الموضوع أن أنت أحيانا فيه مشكلة واحدة لما تحليها الكل بيتحل تدريجيا يعني بتبقى السلسلة كلها خلاص بتبقى تلقائيا بتحلي نفسها وبيتم بعدها اختيار العشر حلول وبعد كده الحاجات دي كلها بتتاخد بتصاغ في شكل توصيات ممكن بتتقدم في المرحلة الأولى من الوثيقة بتتقدم للمسؤولين باعتبرها يعني حاجة أشبه بالبحث الميداني وتقديم نصائح لكيفية التعامل معها المسؤولين بتقدموها للوزراء يعني أو بتقدموها إن شاء الله يعني إحنا هنترحها بصفة عامة واللي عايز يعني واللي عايز يستفيد منها بيستفيد أو هنعرضها عليهم بشكل رسمي واللي عايز يستفيد منها بيستفيد بعد كده المرحلة التانية من الوثيقة إن إحنا بناخد كل هذه المشكلات المتفق عليها وكل هذه الحلول وبنديها لمجموعة من المتخصصين فعلا علشان يسغلنا منها خطة قومية شاملة تكفي لبناء على مدى 500 سنة جايين مثلا وبعد كده بيتم طرحها للإستفتاء الشعبي وبعد طبعا ما يكون الشعب كله شارك في تنقحها وفي تعديلها والإضافة ليها والحزف منها وفقا لما يتفق عليه الرأي العام كله وتطرح للإستفتاء الشعبي وبعد ما تطرح للإستفتاء الشعبي ويوافق عليها الشعب في مجالات مختلفة بتطرح كوثيقة كاملة تشمل كل مجالات التنمية وبمجرد ما بيتوافق عليها من ضمن أهم المحددات بتاعة الوثيقة أن يتم اعتمادها كمشاريع أو خطة قومية بتسير عليها كل الحكومات اللي جاية بيسير عليها كل الرؤساء القادمين ويستمدوا منها كل برامجهم الانتخابية سواء كان على مستوى مجلس الشعب مجلس الشعب والشورى أو على مستوى المرشحين للرئاسة وتلتزم الحكومة بأنها تنفذ المرحلة اللي جاي عليها الدور من مرحل الخطة تمام يعني هيتم الاتصال بينكم وبين مجلس الشعب لتنفيذ مشروعاتكم مش مجلس الشعب تحديدا بس إحنا هنترحى الضامن الوحيد لهذه الوثيقة هو التفاف الناس حواليها الناس تحس إنها فعلا عندها أفكار وعندها رغبة في المشاركة والبناء بعد كده ممكن بنترح على مجلس الشعب بس قبل ما تطرح على مجلس الشعب لازم تطرح على الشعب عموما لأن الجزء الآخر من الموضوع في إيجابياته يعني إن إحنا عايزين نوعي الناس يبقى فيه جدل آخر غير الجدل العقيم أو الجدل الصفستائي اللي إحنا دايرين فيه هو جدل حوالين التنمية مش حوالين الهدب فبعد كده ممكن تطرح على مجلس الشعب وعلى الحكومة كمان أنا عايزة أعرف دلوقتي الشباب يوصلون لكم إزاي؟ الشباب يوصلون لنا إحنا فيه على الفيسبوك فيه صفحة اسمها بنات مصر يعني لو عاملوا يصيرش على بنات مصر هيلقوها وإن شاء الله بإذن الله قريب هيبقى فيه قناة تلفزيونية وهيبقى فيه يعني مواقع يعني مواقع موجودة على الإنترنت وهيبقى فيه كمان رقم مختصر للاتصال ومشاركة من خلاله بإذن الله بجد مشروع مهم جدا مهم جدا لمصر يعني مش عارفة زي ما كناش بنفكر فيه من زمان إن إحنا يعني نبقى عندنا إن إحنا أكتر ناس عارفين المشاكل اللي عندنا وإن إحنا نحاول فعلا إن إحنا نلقالها حلول إن إحنا أكتر ناس حاسين بيها فإن شاء الله المشروع يعني يا رب مصر تستفيد بي يا رب إن شاء الله أنا عايزة بس أقول كلمة أخيرة إن أمريكا اللي إحنا بنشوفها دلوقتي اللي كل تاريخها لا يتعدى 200 سنة وإسرائيل اللي كل تاريخها لا يتعدى 60 سنة ما قدرتش أي منهما إنها توصل لمثل هذه المكانة أو مثل هذه القوة الجبارة في التحكم في العالم وفي التحكم في المقدرات كثير من الشعوب إلا من خلال التخطيط اللي هم فعلا ماشيين عليه اللي كل حكومة مع اختلاف الأشخاص لكن فيه لاين واحد وفيه سياسة واحدة أي حد سواء جيه بقى أوباما سواء جيه بوش هي فقط الوشوش هي اللي بتتغير والأسلوب مثلا في الإلقاء والتعامل هو اللي بيتغير لكن السياسة واحدة والخطة واحدة وله تم احتيار أي رئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ أو الكنيسة أو الحاجات دي كلها غير لما يكون ميونه متوافقة مع الأهداف الرئيسية للدولة والخطة اللي أيما عليها عقيدة الدولة بالكامل أستاذ ريهان شعراوي الصحفية بجريدة الأهرام نورتين النهاردة ربنا يخليك نسير حضرت صباح الخير صباح الخير مشاهدينا بكده تكون خلصت فقراتنا دلوقتي بس هيكون دلوقتي معنا تقرير مع أستاذ يسري حجاج مدير عام العلاقات العالمة بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة يكلمنا عن المكتبة وعن إنشاءها وعن أهم محتويتها تابعونا بعد الفاصل